سيدا كرام كان شي مدخلا شي نشاط سيد حسن هدي واحد يومين واحد واحد السيد في العمل تر واحد النقطة قال لي دبا كين أباء ما تيتمكنوش يعني يقوم عوليداتهم بظروف بظروف العمل حيث تيت دي بلاسة بزاف عندوا دي ميسيون التي تيت دي بلاسة خارج مدينة فاس والأم كذلك تتشتغل في القطاع الخاص فالحل لهمش باش يواكبوهم يعني تيتشكلو مشكل وفعلا تصل بيا قطلو ما عم تيبقوا في الدار قال لي راتي زع ما تيبقوا بوحديتهم ما لا فامي تنطلبهم يبقوا معهم ما تيبقوا معا تيشو قطلو واخا ما تيبقوا بوحديتهم قال لي صافي تنخلي لهم انشاطة واحد شيحوي جات دي روادي لهم تنجي في الليل تنحاول ولكن صعيب علي قال لي فعلا صعيب علي قطلو واخا وشنو هو النهار فين تتقلس قال لي أنا تقريبا دائما نودي بلاسة يعني يمكن لو ديمانش والليوم الوحيد اللي عنده وبالتالي فعلا راسي با افيدان خاطر تبغي تتحط خطة تقول لك هاتشي زوينة سي عمر اللي ضعفتني كم كم زعم برنامج ولكن طبيق دياله على أرض الواقع وأنا دائما خاوي الدار والسيدة تتهمة دائما خاوي الدار الله يحسن العوان السيدة تدخل العمل مع السبعة المئة العشية يا الله هو تنزيل بعض العائلات ديالها على أرض الواقع ماشي سهل خاطر نحاول نعطيه بعض الحلول نحاول نعطيه بعض الحلول فعلا ولوليد رأي تبقى على خطره تدخل ذك شلي بهل هو وهذا فعلا المشكلة تترح عمليا يعني عندما تحطيه على أرض الواقع ماشي سهل المسألة بالنسبة لبعض العائلات فعلا فعلا دبتت كنا وتنشوفوا لادي تنشوفوا فيها ديالبعونا خرجوا ونحطاش الليل وفعلا فعلا عمليا صعيبة فور سارتان سارتان فاميه وتحسبوا لي الساعة تقول لي يساري هاي يساري ما تخش دوك هنا كي قلنا هو راكي مش موعة للأشياء كي قلنا راكي مشكل لمشكل لأنشيطة ما شاء الله كين أنشيطة كتيرة وسبح الله راك كل أبقاكم تيمشي على حسب الهوية دياله هو تحاول تتباقدرش مع الأبناء دياله وكي من نسوش الهوية ديال الأبناء دياله فعلا يقول لي بابا أخي سننشوفوا هنا نمجنون شي حاجة نزورتنا نزوروا 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 معاك في نفس الطريق وما عاو تاني ما يمكن ليش حيث حنا تنشو حتى من الحوار ديالنا الأغلبية الأغلبية الصراحة الحوار ديالنا في الأنشيطة كينة لغوات كينة صورة إنكلاس اللي شنو ما درتي ما درتي وما مقاعي يكون بروغرامي وتوقع على شي ذلك هذه الأشياء حيث حنا ما تنعافوش الولد ما نبغى لأخذو يلعب شوية يلعب شوية وما تطلع لأخذ الأطفال ما تيبليك لأنت تقول لي شي ميول عندي يبقيك ميول هو الهاتف الميول هو الهاتف فوق 90% الميول ليس الهاتف يعني أشياء القادية اللي قلتوا بلا تحمل المسؤولية مزيان أنا أولدي دباعي يطلع في 14 وفي أسفق يواجع عندي قال لي يا بابا هذا واحد الآيفون مع التليفون ديالي قلت لي أولدي تشارك لسنين هذي شوف اللي اللي مخرج كدير المتال بسؤول عندي خدار ما هتنمش بعد ديالك حمل مسؤولية مسؤولية الربح ومسؤولية الخسارة يعني ما يبقاش الإنسان حيث علاش حيث هو تعلم ديالك لترون زيال تدير معه ولا دو كم عمل تدير حيث تعلم عندي الحياة مرة تضيع مرة تتخسر مرة تترباح دو كل أمور هكذا تمشي احنا كي قلت الأسن لدي المخيم ما تدبت المخيم دمو تتلقى مش معدي الأشي بغتي مخيم زي مكلف تجي بغتي تدي الوليدة اللغة مكلف يعني شح وجد وهذي تتقول ما عندك ش إشكال ممكن انت تتتخاب واحد لصوم تتعرف هين الولد واش عجبوا داك شي هذا هو الإشكال أنا من قولوا لا عجبوا تتتخاب ماشي مع الفلوس ولكن لحال تتفرض علي حاشم منك هذا مشكلة أنا حتى الولد يكون صغير ندخله مثلا هاد الفلوس أنا مقيت همش مثلا مثلا عجلة تدير بها السيونس أكسل هاد الو 26 20 ساعة ولاش هاد واش انت مستعد تدير خلص عليك ما بيستعد خليهم يجيبي ولا ندور منك يعني الأهمر هو تشوف تقول كيف تنكتشف تنكتشف في الأهمر صاف راح تدك لك تشوف راح يكتشف حيث 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 هذا وماليش كيف الأنشيطة ودك اللي نجمعين الألبومات نجمع الألبومات تصور يحطي تصور يقول يلا نحاول نجمع لك صور تكبر وقلب تنشوف يعني كريد زاكتيف تي اللي ما مول فين هاش اللي ما يشوف هاش كل واحد يصنع كتاب يعني صور يصنع ويصنع ويصنع بالتليفون تليفون يختار واحد مجموعة يختار المجموعة يتصور يعني بشعف القيمة تجير أي حاجة وعلي جرت تصور هاش نعش فيها بشت تشوف اللي سبح الله عندك الحس لفن تقول لها دي اخترت على شو لاش واحد اخترت عجبت نوصفي واحد تقول كيف نعمر الالبوم وصفي كل واحد شي يقول لك وكل شي صحيح ما نقول لا لا هذا أنا ماشي يهديك مره مره تجيب قصص لي فات مره تشوف فيلم جموع مره مره تجيب مره تجيب شي مسرحية دي الجوم لشي حاجة مهم تتفرج ويستمتع شي شوية يعني شي حوي ما كنا نجر هذا عندك قادية مثلا بحال لدي الوحد هذا اللي قتلك كبير يجي بحال يمشي الداخلية الخارج يتعلم ويجي يأكل مهمة العجينة توجد هند صعبة الأوب وشي طماط وشي حط الجبن وشي الخضراء وشي الحام وشي وشي يجي تقسم خاصة الوين صغير يعني يجي مجرد مجرد يعني مجرد يجي يعني أمر مجرد مخيمات مخيمات فعلا في 80 يعني كنت مش المخيمة تخذ سنة لسنة لا تكون عدة نور تدي تحية العالم تجمع يعني المكان في سري وكل شي الناس اللي فيهم مثلا النظفة يدرون النظفة الناس اللي يدخل المطبخ يعني بكل ما يتعلق المطبخ ينقع ويقاد ينقع وخضراء المسائل الناس اللي مجموعة للأشياء التي تريدون أن تجمع مخيمات مخيمات يعني مخيمات المؤلاء لا يعرفوش تقولوا مخيمات ان شاء الله من الناس كبير سنقوم بالمخيمات بالقيتور والمسائل والكارافا والكيش ايشي حاجة اللي خليني من اللوتين السياحة الجبالية وشيحة شيحة شيحة رائعة جدا جدا وش فهمدوا أسدك وكتن قل أمني يدي ليش كربا قل لأم ورا التجوال يعني الأمر حي تستفر شي حاجة مهمة حي التجوال شي حاجة مهمة وخيف وسط المدينة ديك تسكساش مجموعة دي الأشياء دوق هو الأنشيطة رائعة كيش موش لكي انشيطة إنما يخصحنا كآباء وكأمهات وش عندنا الخاطر وش ندير الخاطر مع ديك وليد وش نخلق العلاقات الأسرية قد مع ديك قبل مرة تتع قبل صناعة طائرة الوراقية وعندنا قبل تحدي تنجم يوتيوب وش طائرة ل واحد نوع أخر يلا صور ندير تحدي انت قاسم عرص هو قاسم عرص كم جموعة دي الافكار اللي رائعة جدا جدا اللي تخدم بها وتتمشي بزيان مع المرة تير حديقة عنك جري دف البنكو عندك محي بقيت عنك شي حاجة نقول لهم شي حاجة نشوف اللي بيعي عيش اللي بيع كم جموعة دي الاشيال انشيطة ما كانش مشكل اخواني خطير كيف ما كان وي السحة سم رحب مثلا اتكون وا اتجرب كل مع اتجرب 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 ايام مثلا ايام اتحوي اكترب اللغة العرب اكترب اللغة الفرصية اللغة انجليزية اللغة يتخدم الكتاب يعني التعبير كل شي وي 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 وكي قالت الستاذة خجو بيلة قالت بانه اي حاجة يعني فيما تتكون فيما تتكون بيئة محفزة وممتعة تتعلم طفل وراح تترك بارتي تعلم وستاذ تترك بارتي تعلم وخح نتقل اها لا تعلم وتي تعلم ما تحش علاش حيث نرى دائما داك الولد قبلك دائما نجينا نشوف داك الدماغ التلاتي الساحب وطخيونيك دائما دماغ زحف ولي تعطي الإشارة للتدجيات باش ولي وش شي ممتعة ممتعة لكن الموم تخلي ويزي تخلي ويزي تخلي دونك هذا الأمر مهم جدا جدا السديدة محسن مرحبا ممكن مثلا هذا المأثير مثلا مهيض اكتباع مثلا تتور مثلا هذا الصور مع صور الأطراج مثلا ومن هكذا الصور يقدر فيديو همتي يتكلم على كل حاجة بحضة بإعلان حسن لماذا كل يخدم الحركة يخدم الحركة على حسن فردو على حسن هو نمات 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 يعني رخص الوليدات كنت أنا كنت فردو صدرت تمش هدي في واحد الورغانيزازيون ينس سنين 16-17 سنة دي المستثمر الصغير وراكينا فرضات وش شريع مولي عبد الله أو شي حاجة يعني رائعة كيف تعلم الوليدات من صغر يبدأ يدي الإدخار وكيف يمشي في الكمير ويمشي ويبيع ويشري يعني شي حوجات رامت ما تتكتشف رائعة رائعة حوجات إخونا وخص تخليه وليدات وخص يمشي مثلا خاصة مثلا تخلي وليدات اللي تكون 14-13 أعطني شي آخر حيث لاش أعطي أعطي باش يحس بينو كي القرار ديالو يحس بيا صاف يرزاح لسانسي جات تشاور لعي لديك الفلوس ها شريطة بابا لاش شريطة هذي باش نعود نبيع شوف شوف عند الودا بكو شريطة بعد دوال باش نعود نبيع صاف وفركس وقال تخلي يبيع يقص لي يربح هذا القرار ترجع لي بابا شريطة رقيت واحد تقول لك وما تقول بابا لديك يمكن ايضا وما يمكن ايضا ايضا وما صغير يمكن ايضا لا مشكلة لكن هنا هنا نعلم وكيف يمكن ايضا العظيم يمكن ايضا 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 تقول بغينا خضرة اللي يجب صاف اللي يجب حسن واش ما تتشوش ان ان الحماية دينا الزائدة على الوليدات والبنيتات خلتنا تنخاف ونحملهم بعض المسئوليات هنا نعطيك جريبة ديالي انا شخصيا فاش كنت صغير كنا وخصوصا لما تنعقل لما صافي يعني ما وصلت لواحد المستوى فالمتال قد طلعوا طلاء مباشرة تنطلوا عند الويد للحانوت ما تنقاوش فضاء الشنوية المهمة ديالك في الحانوت هو انك تتكون تتصخر تتعرف في البيع الشراء تتعرف كيفاش تتنغوصي مع الكليونك تبدأ يحمل كبار المسئوليات تتصخرك عند هذا السيد تتدي الفلوس تتجيب الفلوس وكالله يرحمو زعمل تنعقل كيفاش كان يعني ما تتعامش معنا بحال والدو لا تتعامل كذلك السيد اللي تيخدم لأنه من السيمنة للسيمنة تتخذوا واحد الأجر ولكن ذلك الأجر تتعامل اه اشنو قاعدة بحاليين فالنوفالجنراسون بديت تنشوف واحد الحماية زائدة بحيث أن بنيتان بدأ نطرح الفكاتي يقولك ولا دابا ممكنش نطبقها تشيلي إنه دابا ماشي بحال زمان شنو تبدل شنو تبدل على زمان تبدلات العقلية أن الوليد في عمره 15-16 لعلى السنة وحن تنشوفوه ما زال صغير ما زال 15-16 سنة رخصو يكون تحمل مجمع المسؤوليات 15-16 سنة رخصو يكون صافر نحن 15-16 سنة ما زال ما كان قصار اللي ترفضوه يصفر ولده 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 15-16 سنة كان واحد الخوف مبالغ فيه وتنجي وتنقول له هاد الوليد خصو ايده الويده ولكن احنا ما تنحملهش المسؤولية احنا تنحميه هكتر من لازم يعني حتى عند الاباء كان واحد نوع ديل التناقض كان واحد نوع ديل ديل ازدواجه في الشخصية تيحميه من هنا بحماية مبالغ فيها وتيبغي يكون زوين بجهة أخرى ويا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش أستاذ عمار أستاذ عمار أستاذ خديشة غادي ندخل هنا أنا متافقة معاك ألف في المية في هذا الشي اللي قلتي ولكن ما ننسوش بأن الوقت تبتلات أنا ما كنقولش أنني غادي نحمي ولدي غادي نعطي واحد الحرية لدرجة نعطي كميتة كان دويو راح الأستاذ واقي لا عارفة جيتي جيتي جاوي سويفي أنا أم فون ستاة تبارك الله رد أخذ الباك ديالو بدي تمها من البرمية غاني باك وانا جلو كوتش الحمد لله إلا يو 19.07 تعطيسوا برنامج خدم عليه وهذا وقال لي يارا غادي نمشي اللي غايدير دابا لاميدسين في الإسبان ماما وبابا تخوفوا لا وهادي وهادي أنا حاول درجة مع الأب والأم وقتانعوا قال لك الله يعني كما تربطوش ولدكم معا هادي الوليد داخل سقراسو وتبارك الله عارف تبارك الله إنه في باسوناج يعني كبر من اللاج ديالو دابا الظاهرة اللي كالقا واسعه معه هو أن الوقت بهذا المفهوم خيابة تتلقى الوليد 14-15 عام وتخططف إما كياخدوا الأعضاء ديالو هنا في المغرب مش حال من الوليد تخطف وكبار يعني ظاهرة الغتيصاب ظاهرة الخطف الغتيطاف يعني ما بقيتش ديك الحماية الخارجية تخلي الآباء يعطيوا ديك الحرية لوليداته وهدي من ناحية من ناحية أخرى أنا بنسبال ابنيني فاش شافني كنظر معراج اللي علاقة بالقرية بره قال لي يا ماما أنا إنفو إن شاء الله إن أخذ البكرة بغيت نتكمل قريتي بره قلت لي ما عندي أولدي تشي مشكيل أنا ما غادش نحرمك إلا كانت سبيسياليتي ديالك ماشي في المغرب راندي اللي ما اللي بيو صيف تكتكت بقره بره ولكن شنو الدور اللي خاسنا نديره السي عمى خاسنا نحاولو نوعي ووليداتنا من ابتداء من واحد لاج ما بقاش نقول ووليداتنا صغار خاسنا نعلموه ما خسكش تغدر معا شي حد غريب ما توقفش بقي له هدر معاك شي حد بعد منو يعني كي بعض الحتياطات نوريهم لوليداتنا للأسف ما كان ما كان دخلوش في الشرح خاصة من ناحية ما يسمى بالتربية الجنسية لوليداتنا يعني من ناحية الاغتصاب أنت كولد أنا رولينا نخافوه لأولاد كثير من البانات لمن ناحية الاغتصاب لمن ناحية بزاف الحويش يعني أنا متافقة معاك ألف في المية غير أننا خسنا نوعي ودوك الوليدات سنا نفهموهم المساطر ديال الوقت لأن راكت القدبة غادي واحد كيت تقريسه والبوليس ديزو ما كيتدخلوش واش غا تخاف السي عمان ولا ما غاديش تخاف على وليداتك لا أكيد غا هو واحد النقطة أنا متافق معاك ولا إني واحد النقطة راه هات الشي من ديما كان غا دبا هو شنو واقع واقع أن اللي ميديا هم لي والنات كثيرة ولا تتوضح الأمور أما هات الشي ديال يعني الاختطاف ولكشيرها من ديما كان والوقت را ما تتبدلش هتتبدل العقلية العقلية تتبدل هو اللي متافق معاك هو الحوار حسنا دائما نفتحوا قناوات حوار مع الويدات وكان شي مواضع اللي تناعتبروها إحنا ذي طابو في الثقافة ديالنا حسنا نهرو فيها بحال الثقافة الجنسية مع الويدات والبنيتات بحال أخطر اللي واقع حيط الوليدات يكونوا شادين راسهم حيط الوليد من يخرج ما يبقى شي كما تقولوا مهل هل ولا لا يعني يعرف مسؤولي دياله يعرف ما له ما عليه مني تتكون واحد الإنسان اللي هو صلب ما لداخل تقبيه أستاذ خديجارك مني تتطلق كذ كين ما خاطر ما خاطر تعالي نحنا ما خاطر تعالي نحنا وكني تتكون واحد الراجل ولا واحد الشخص ولا واحد الإنسان صلب ما لداخل ما له عليه ما عليه تقبيه أستطلق يعني بمجمع المقايز ولكن ما تخافش عليه لأنه تكون عارف عارف شنو الأمور عارف كين يخصو يمشي عارف اللي ميت دياله عارف اللي بوغن دياله كين ما تنقل ولكن العقلية اللي أكتر ينفتح في التواصل مع الويدات وي 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 شكرا سعومة فعلان هاتشي اللي بغيت نوصل لي أنه خاص الأباء يفتحوا هاد الحوارات مع وليداتهم صحيح يتقبوا وليداتهم يبينوا لوليدات المخاطر ديال العالم الخارجي لأنني أنا كأم ما غمقاش حاضن على ولديكو من ماما بول ضرور يخصو يخرج خصو يعتمد على راسو حدا بانا ولدي كيمشي الله صال وخاشو يابا يدف اللول كتكن تديه وكنك يجيبه بابا نبكت البابا هلا غادي يمشي بوحده ومني غا تخرج غا تجي عندك يعني كان نصحه غا يمشي تسخرين في السوق ها أنت أولدي عقل عشنه تجيبه شقره غا يرضلك الصرف وحسب معه الصرف يعني كان واعيه يعني أنا كان بني راجل ماشي كان بني من هنا الوحدة عشرة خمسة عام عشرين عام يعني أولدي غادي وصر بعتاشر عام واش غادي نبقى حاضيه أرا ما يمكنش أرا ما يمكنش أنا متافقة معكتلك ألف في المياه ولكن كيف قلت يا راه البر تالي ميديا حتى الإعلام أرا ما كي عاونش الآباء وكي حين تعليش حين الإعلام مرا يقدر يشد الوليدات كثير من أنه الوليدي تصنط للأب ديالو حيث كي يدوزو دي مساج يعني الوليد يقدر يسمع من طرف خارجي وميسمعش من وليدي أنا متافقة معك يعني خلص سباب الحوار خلص الآباء يوعاوب هاد النقطة هادي وفي جميع الدورات اللي كندير مع الآباء في المؤسسة كنحاول أنني نخرجهم من أنك كتشوف أب وليدي عنده خمسة ستاشر عام وباقي كي يجيبوا له الليسي وكي يديه كنقول له لا خلي ولدك يعتامد لا خدوين حارف لي لا الدور ديالك كنتك أب أنك كنت صاحب ولدك تقلص معاه توريه الطريق اللي مزيان توري تقول لي فهد نغتانموا هاد الفرصة ديال العطلة والأب يقلص معا دك المراهق ماشي يأمر لا ما غديش يعطيك أم إلا غدي يقلص معاك إنسان راشد ده البخوبلام اللي كين وأنا دري عنده خمسة ستاشر عام كي بغي يدخل حوار مع والديك يقول لي غسكوا انت بقي صغير ما عارفوا لا نشارك والدي في الأنشيطة أجي غنسافره أجي نحطه أنا والدي شحل عنده عنده حتاشر عام من هالي بغينا نديرو بروغرام للصافار قال لي قلصنا أنا وإياه وباباه فوالا را غاد أراها نهاراش بابا كغيشت الكونجي ونهاراش إن شاء الله را غا نمشيو هنا ونمشيو هناش بالك مني كانت شاول أنا وباباه كنقول لي يجي برك حدانا عشنو وتواكي يعطي تواكي يعطي الرأي ديالو كنقول لي يا ماشي مشكلة ها واخاو أمن عشو نديرو هادي ونديرو يعني مني كان ناخد واحد نقطة من الرأي ديالو كيف رح حوار اللي ضار في هذه المجموعة أنه يلمس واحد جانب الآباء لأنه مرة هما بالدرجة الأولى اللي مسؤولين على يعني التوجهات ديالو ليداتهم على خيص ديالو ليداتهم في كيفش يكونوا الشخصية ديالهم ويحاولوا يقربوا وليداتهم منهم وهذا العطلة را فرصة أنا كنقول را فرصة ذهبية بالنسبة للآباء بش يحاولوا يتقربوا من وليداتهم لأنه بحكم العمال اللي عام كامل وليدات في المؤسسات يعني كين الأب حيث أنا كنحكي لكم هذا شي عن تجربة شخصية كي يجي عندي أب كي يقول لك ودي أنا را ما كنشوف شو ولدي إلا السبت والحد تخيلوا معايا هادي كي يجي تلت سعوت ليل كالقدري ناس كينوض في الصباح كيمشي كي يجي ترانسبور مع السبعة وربعة ما كينوض تلت سبعة ونصولة ثمانية يعني إمتى غيشوف هاد الولد الأبدي كي يقول لك نشوفوا السبت والحد يعني هاد فرصة ذهبية هاد العطلة هادي أننا نحاولوا نقلسوا مع وليداتنا نديروا معاهم أنشاطة كين أنشاطة عديدة غير اللي نقصنا أستاذ حسان أستاذ حسان اللي نقص الأباء هو الصبر ما عندهوش صبر مع وليداتهم ما عندهوش صبر دوقصنا نحطوه بلاسنا بلاسطو باش نعرفوا شنو محتاجين فعلا حيث نرى ما كيش مشكل باش نديروا الأنشطة ما ممكن جمع واحدة مجموعة دي الأنشطة والأنشطة يتعلم فيها وينشط فيها ويكون عنده مارح وخصي الأنشطة اللي تتخلق ليه التواصل اللي هو عن الأنشطة اللي تبنيه كإنسان دي المستقبل واشي باش ما تكون بالأباء والأبناء فعلا راتي تشجعوش تشجعوا بتفكير سواء نخطأ ما عندناش مشكل ويطوال مهارة ديره كيفا ما كانت دي اللغة دي الحوار دي الحراكة كين بجموعة دي الأشياء احنا للأسف تن بغيول وليدات ما يخطوش وحنا أخط أنا رعادي جدا أخيري ما هو يخصروا شي حاجة م sao نعلق حمل مسؤوليته هدا و من اللي كان راح تن بنيه الإنسان مش نبنيه الإنسان تن بنيه الإنسان إكون عناقين هو يبني راسم البعض ويبني أخر واخفنا علي يكون عناقين راح نهاري ندهر ديها الكود لن دي الأمني أمنيتو دا ما يقدره اقدم وقع داك الشيدة اللي بنيتي لي اللي بنيتي لي أم لا بنيتوه يعرف كيف يخلقه البناء ديه دونك هنا اللي يمطلوب لإخوة الأخوة الكرة حاولوا دلونا بيديوات ولو يدقيقها جو دقيقات دي واحد مش معدي الأنشطة ونحطوهم في الجروب ونحطوهم في اليوتيوب والفيسبوك الناس يستفدوا حيث كي الناس حتى هذه الأنشطة اللي تيبنوا عادي نوبسات ارى مهم من اللي هم يخدموا مع وليداتهم نفهم ما ستذكره إن شاء الله إن شاء الله أستاذ أنا تشاهدت جهيز واحد طيب أيا مرحبا أسمي معنا إن شاء الله نسالي ونتقسموا معكم إن شاء الله شواء الله أستذكره تباك الله عليكم وارتحوا لي مع رأسكم وتبردوا تباك الله عليكم شكرا أستاذ عسا شكرا لأخوة شكرا لأخوة تباك الله عليكم